بعد انفصال بسمة بوسيلة عن تامر حسني وطلقهم بعد جواز استمر لمدة 12 سنة ومع انتشار أخبار بتأكد صعوبة رجوعهم لبعض مرة تانية وإن المسافة بينهم كل يوم بتبعد عن اليوم اللي قبله تلعت أخبار كتير خلال الساعات اللي فاتت بتأكد على زواج تامر حسني ومية عز الدين وإن فيه قصة حب بتجمعهم ببعض وإنهم هيعلنوا جوازهم قريب والحياة لأخبار دي مش أول مرة تطلع لإن طول السنين اللي فاتت وحتى في فترة جواز تامر وبسمة كانت دايما بتطلع أخبار أن تامر بيحب مي وإنهم هيتجوزوا لكن زادت الأخبار دي بشكل كبير جدا بعد انفصال تامر حسني وبسم بوسيل وبالبحث تأكدنا أن الأخبار دي مش حقيقية وإنها إشاعة سخيفة ملهاش أي أساس من الصحة والكلام دي أكدته مية عز الدين بنفسها فأول رد منها على خبر جوازها من تامر حسني وقالت مي إنها بتحب تامر على المستوى الشخصي والإنساني وإنهم أصدقاء مهنة واحدة وحققوا نجاحات كبيرة مع بعض وإنها في التمامة ما يعز الدين فكرة وجود قصة حب بينها وبين تامر حسني وإنهم أصحاب جدا مش أكتر من كده والجدير بالذكر إن الفنان تامر حسني بيواصل تصوير فيلم تاج المقرر عرضه في عيد الأطحى القادم بإذن الله وبكده يكون الفيديو خلص لكن لسه أسرارنا ما خلصتش استنونا في فيديوهات جديدة أسرار جديدة على قناتكم أسرارنا غوم